لكن هنروح دلوقتي إلى العين ومعانا من هناك الزميل فاروق صلاح موفد قناة الأهلي إلى العين عشان يحطنا في الصورة التفصيليا في ليلة السوبر مساء الخير يا فاروق طبعا برحب بك أستاذ إبراهيم كل التحية لك وكل التحية لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشة قناتنا دلالي في كل مكان وخليني في البداية أنوه أن كان من المفترض أن المهندس سعاد للقاعي يكون موجود مع حضرتك في هذه المدخلة دي كنت شاهد على البيع عدي ولكن طبعا ظروف توفير جو بالفعل يعني أنا عايز أقول لحضرتك المرة دي المشمهندس سعاد للقاعي قال ولما جاء السوبر أنا سبته وروحت الوحدي فأنا يعني عايز أقول لحضرتك أنه المهندس مفتقدك هنا المهندس سعاد للقاعي بالمناسبة سلم لي عليه وتحيات الجميع ليه يعني يوصل أستاذ إبراهيم خلينا أقولك أنه كان من المفترض بالفعل أن يكون موجودة مع حضرتك لكن طبعا توفير جو للعبين يعني الغلق اللي عمله الكابتن صدق حفيز ومسؤول النادي الآلي وتوفير جو وهدوء وتركيز للعبين منع طبعا المهندس سعاد للقاعي يعني يقدى دوره والتزم بهذا الأمر طبعا كلنا هنا بنتعاون من أجل توفير مناخ وجو مناسب للعب النادي الآلي إن شاء الله يكون مردوده غدا بإذن الله على ملعب هزاع بن زايد إن شاء الله ويكلل بالانتصار والعودة إلى القاهرة بكأس السوبر رقم 12 في تاريخ النادي الآلي طيب طبعا أنتم متقدمين عننا ساعتين يعني زمان كله نام يعني بعض اللعيبة طبعا بعد انتهى وجبة العشاء اللعيبة كل لاب في غرفته بعض الأحاديث طبعا والترتيبات اللي غدا طبعا ما بين الدكتور محمد شوقي رئيس بعثة النادي الآلي والمعالي الوزير العامري فاروق النائب رئيس مجلس الإدارة مع المهندس سعاد للقاعي الدكتور مهند مجدي الأستاذ طارق أنديل المهندس خالد مرتجي يعني كتيبة النادي الآلي وكتيبة أعضاء مجلس إدارة النادي الآلي بتحاول توفير كل الظروف والترتيب الأمور الخاصة ببعثة النادي الآلي موجودين في أحاديثة جانبية حتى الآن طيب أنت حضرت التمرين الأخير النهاردة بالفعل أستاذ إبراهيم حضرنا للتدريب خلينا نتكلم أنه بالأمس كان تدريب أول لا خلينا ما نتكلمش يا فاروق خلينا ما نتكلمش مش خلينا نتكلم بالأمس كان تدريب بالفريق بالضبط أستاذ إبراهيم كان تدريب النادي الآلي الأول على ملاعب نادي العين الإماراتي اللي بالمناسبة أستاذ إبراهيم النادي الآلي بيتمتع بشعبية جارفة هنا في مدينة العين بالتحديد في الإمارات يعني معظم الموجودين أو المقيمين أو أهل مدينة العين كلهم الغالباء العظماء يعني تقدر تقول 99% بيشجعوا للنادي الآلي يعني كلينا الحديث مع بعض الجماهير أو لعيب نادي العين اللي قالوا بالمقولة العنوية دايما أهلوية ويعني كليه حديث مع أحد لعيب النادي العين الإماراتي قال لك مين ما يشجعش النادي الآلي فالنادي الآلي بيتمتع بشعبية جارفة هنا في مدينة العين خلينا نشكر أيضا مسؤولي نادي العين الإماراتي اللي فتحوا أبواب النادي بالأمس في مشهد جميل جدا للعيب للنادي الآلي وتوفير كافة الأمور لفريق للنادي الآلي يعني مشهد أكثر من رائع حضور الكابتن محمود الخطيب للتدريب بالأمس على ملعب الخليفة بن زيد ملعب نادي للعين ورسيله للعبين أعتقد بتدي حافز كبير جدا للعيب النادي الآلي قبل هذه المباراة بالنسبة للنهاردة أستاذ أبراهيم كان تدريب الأهلي الأخير والرئيسي على ملعب هزاعة بن زيد التحفة المعمرية يعني اللي يشكر عليها كل المسؤولين وتوجيه شكر لكل المسؤولين هنا في دولة الإمارات على هذه التحفة المعمرية استادها هزاعة بن زيد طبعا تدريب النادي الآلي كان في تمام الساعة الثامنة تعرف طبعا أستاذ أبراهيم مش هنتكلم في أي أمور فنية لكن خلينا نطمنك على حالة اللعبين الفنية هطمنك على حالة الجايزة اللي على اللعبين الحمد لله النادي الآلي بدون إصابات أتمنى تكمل على خير بإذن الله مستر مارسل كولر اختتم تدريبه مع فقرة التدريب بفقرة لتدريب على ركلات الجزاء أدها جميع اللاعبين بما فيهم التلت حراس المرمى محمد الشناوي علي لطفي مصطفى شبير إن شاء الله العادة النادي الآلي تكونوا قادرين إن شاء الله على الظهور بالشكل اللي يليق بالنادي الآلي وتحقيق الانتصار غدا بإذن الله أستاذ إبراهيم الكابتن الخطيب كان جاله مبارح النهاردة هل ظهرهم ولا مش موجود معهم في الفندق لا الكابتن الخطيب غير متواجد النهاردة وبالأمس ظهر الفريق في ملعب نادي العين ووصل رسالته للعبين كان الرسالة مفادها عايزكم تفرحوا جماهير النادي الآلي عايزكم تسعيدوا جماهير النادي الآلي أعتقد الرسالة يعني تضع طول رسالة قصيرة لكن مضمونها كبير عيون اللعيبة أستاذ إبراهيم اللي احنا لمسينها من اللعبين منذ وصول اللعبين لمطار القاهرة ورحلة الإقلاق اللعيبة مركزة فيه لعيبة مستنية هذه المباراة أستاذ إبراهيم اللعيبة مستنية للمباراة اللي عايزين يفرحوا من خلالها جمهور النادي الآلي بعض اللعبين قال لك يعني زي ما نقول بلغة الكورة قال لك إحنا عارفين إن إحنا أسرنا وكنا يعني زعانا الجماهير مننا خلال الفترة الماضية لكن إحنا أفلنا هذه الفترة بنبدأ إن شاء الله إن إحنا من خلال بطولة كأس السوبر إن إحنا نفرح جماهير للنادي الآلي وبإذن الله تكون البداية مع بطولة كأس السوبر بإذن الله الجمهور النهاردة طبعا ما حضرش التمرين بس جي حاولين الفندق ولا خلاص دخلوا في التركيز يعني خلينا أتكلم على شق الجمهور في أكثر من اتجاه أستاذ أبراهيم خليني أوجه التحية والشكر لكل جماهير للنادي الآلي الموجودة هنا في العين منذ أن وصل النادي الآلي لمطار أبوظبي للدولي جماهير للنادي الآلي موجودة بتساند رسالة مهمة جدا السوبر يا أهلي السوبر يا أهلي رسالة بنسمعها في كل مكان جماهير النادي الآلي كانت موجودة في مطار في استقبال فريق النادي الآلي أمام مقر إقامة فريق للنادي الآلي الجماهير بتوصل رسالة مهمة جدا عندها ثقة في لعبة النادي الآلي عارفين ان لعبة النادي الآلي دايما يكونوا قد المعاد بعض الجماهير يقول لك احنا مش عايزين من اللعب اكتر من كل لعب يبزل كل مجوده داخل التسعين دقيقة لو كل لعب في النادي الآلي بزل مجوده خلال التسعين دقيقة هنرجع بكأس السوبر وهنرجع بكل البطولات طبعا المران الامس ومران اليوم يعني مغلق على الجماهير فيش جماهير بتبقى موجودة داخل الملعب لكن الجماهير بتبقى موجودة خارج الملعب يا أستاذ إبراهيم وده اللي بنقول عليه رسالة جمهور النادي الآلي انه يفضل يقابل الجمهور وهو داخل ملعب التدريب ويستنى الفريق بعد ما يخلص تدريبه علشان يوصل رسالته جمهور النادي الآلي كبير أهو أستاذ إبراهيم يعني نمسين هنا أيضا جماهير جاية من السعودية جماهير جاية من الكويت جماهير جاية من البحرين جماهير جاية من قطر الجميع حريص إنه يكون موجود في هذه المباراة التذاكر طبعا نفذت بالكامل جماهير النادي الآلي اللي جايين أيضا من الإمارات يعني بجانب الأبوظبي أو العين دبي من الشرق كتير جدا جماهير النادي الآلي بتتوافد لمسندة ومؤذرة النادي الآلي إلى جانب بعض الجماهير النادي العين اللي حريصة إنها تكون موجودة ويقاموا بشراء التذاكر لمؤذرة ومسندة الآلي في هذه المباراة الطاقس عندك درجة الحرارة كويسة مش كده؟ بالضبط أستاذ إبراهيم تقدر تقول إن درجة الحرارة بتتراوح ما بين 26 إلى 28 درجة مقاوية ودي درجة الحرارة اللي سيكون غادل إن شاء الله في توقيت المباراة الجو العامي هنا أكثر من رائع درجة الحرارة ممتازة طبعا صباحا بتبقى درجة الحرارة ما بين 35 إلى 37 ولكن في توقيت المباراة تبقى درجة الحرارة ما بين 26 إلى 28 عايز أكلم حضرتك عن قطة مهمة جدا وهو الاهتمام الإعلامي اهتمام إعلامي كبير جدا من الإعلام الإماراتي من كافة وسائل الإعلام في تغطية الحدث الحديث عن النادي الآلي العبارة الأهلا بالأشقاء هنا في الإمارات ومصر والإمارات أقل بواحد أيضا استادها الزعب زيد يعني جنبات استادها الزعب زيد تتزين بكلمات تتحمل الطابع اللي بيدل على العلاقة اللي بتربط ما بين الشعب المصري والشعب الإماراتي عبارات كلها مضمنها إن مصر والإمارات علاقة ممتدة وزي ما حضرتك عارف بنحتفل بخمسين عام مرور خمسين عام على العلاقات المصر الإماراتية اللي نتمنى أنها تستمر لأكثر من ذلك لمسين كل ده في كل مكان بنروح بنشكر شعب الإمارات بنشكر كل المسؤولين طبعا على الدور الأيمين به لو برضو يا أستاذ أبراهيم عايز أقول لحضرتك البرنامج غدا بمشيئة الله بالنسبة للعب للنادي الآلي طبعا على مدار اليومين الماضيين مستر مارسل كولر عقد محاضرتين فنيتين مع اللاعبين وطبعا كان هو تفرج على مباريات نادي الزمالك الأربع مباريات اللي خادم نادي الزمالك فيه لدور التمهيد لدوري أبطال إفريقيا وأيضا لقائي سيراميكا واسموح وأيضا الطلب يتفرج على المبارياتين اللي خادم الزمالك أمام النادي الآلي آخر مواجتين سواء مواجت كأس مصر أو مواجت الدوري طلب أن يتفرج عليهم ويتابع هذه المباريات بالنسبة ليوم الفريق غدا بإذن الله هيكون تناول وجبة الإفطار في تمام الساعة 11 صباحا ثم وجبة الغداء في تمام الساعة الثانية المحاضرة الفنية المستر مارسل كولر يكون في تمام الساعة السادسة والنصف ثم التحرك إلى ملعب هزاع بن زايد يكون في تمام الساعة السابعة وبالمناسبة هو بيبعد عن مقر إقامة فريق للنادي الآلي بخمستاشر رادية عايزة أطمنك وطمن كل جماهير النادي الآلي إن شاء الله لعبة النادي الآلي هيكونوا قادرين على الظهور بشخصية للنادي الآلي في أرض ملعب هزاع بن زايد والعودة إلى القاهرة والأهل حاملة من كأس السوبر رقم 12 بإذن الله إن شاء الله يا فاروق أنت طبعا بتتكلم بتوقيت الإمارات يعني التحرك الساعة سبع بتوقيت الإمارات لأن المباراة عندكم تسعة فالتحرك بتوقيت القاهرة الساعة خمسة قبل ساعتين من المباراة بالضبط أستاذ أبريم حضرتك طبعا عارف أن الإمارات تتقدم في التوقيت عن مصر بساعتين الكل الموعيد اللي أنا قلت لحضرتك على دي الموعيدة طبقا للتوقيت هنا في الإمارات العربية المتحدة طيب المؤتمر الفني النهاردة والاستقرار على الزي وكل الحدوث اللي أسيرت تفصيلاتها وكواليسها عندك إيه يعني عايز أقول لحضرتك على حاجة يا سيد إبراهيم دي طبعا كتير جدا من الأخبار تم تناثرها النادي الأهلي لم يكن طرفا تماما في هذا الأمر سواء من قريب أو من بعيد أكيد النادي الأهلي ملتزم النادي الأهلي النهاردة في الاجتماع الفني طبعا كان في تمام الساعة 11 ونصف بتوقيت أبو ظبي تم تحديد زي الرسمي للنادي الأهلي زي الرداء الأحمر والشورت الأبيض زي الرسمي للنادي الأهلي نادي الزمالك طلب يلعب بالتيشيرت الأزرق هذا أمر خاص بنادي الزمالك تم التحديد والتنسيق أيضا على حضور الفريقين إلى أرض الملعب قبل معادل المباراة بساعة ونصف طبعا كان أيضا هناك المؤتمر الصحفي المستر مارسل كولر مستر بفيرا الفيريرا المدير الفني لنادي الزمالك كل مديره أيضا كان محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي وأحمد أزيزو لعب نادي الزمالك مستر مارسل كولر اتكلم على ثقة طفل عبل للنادي الأهلي وأنها مواجهة صعبة وأنه أكيد أنه يتمنى الفوز في زي المباراة وبطولة في بداية مشواره التدريب مع النادي الأهلي محمد الشناوي طبعا اتكلم على زي المباراة واتكلم إنها من المباريات اللي بيستنيها كل اللاعبين الحماس فيها بيبقى مختلف الدوافع فيها بتبقى مختلفة ثقة أيضا في اللاعبين كلامه أحاديثه مع لعب النادي الأيلي بنطم من كل جماهير النادي الأيلي من كلام مستر مارسل كولر يعني وبالمناسبة اللي احنا لامسينه مستر مارسل كولر يا سيد سبريم من المدربين المنظمين جدا بيركز على كافة التفاصيل أمور التنسيقية الأعادات الجانبية حديثه في اجتماعاته مع اللاعبين مع الأجهزة مع أفراد الجهاز المعاون بعض الجلسات اللي بيعقدها على انفراب مع بعض اللاعبين بيخلق دوافع للعبين وحافظ أكبر للعبين نتمنى نداية ترجم على أرض الملعب بإذن الله كلام الكابتن محمد الشيناوي ودوره مع كابتن أيمن أشرف وبالمناسبة برضو كأستاذ إبراهيم وليد سليمان لعب النادي الأيلي اللي كان موجود النهاردة في ملعب هزاع بن زايد بيوصل رسالة الدعم للعبين للنادي الأيلي بيساند وبيؤازر لعبين للنادي الأيلي كلامه كان مع اللاعبين يعني بعض كلماته مع السليا مع حمد فتحي مع الشيناوي السوبر يا رجالة تقيد رسالة مهمة جدا وأيضا لكابتن أيمن أشرف السوبر يا رجالة عايزينكم تفرحونا تقيد الكابتن وليد سليمان واحد قيمة كبيرة بالنسبة للعبين للنادي الأيلي والرياضة المصرية وجوده النهاردة برضو كان حافز مهم جدا ورسالة مهمة جدا من قيمة بحجم وقيمة وليد سليمان مؤمن زاكرية كان سافر لحضور المباراة ظهر في الفندق ولا حيكون في الملعب بس هيكون موجود في الملعب غدا بإذن الله يا سيد زبريم اللي لم يظهر سواء في فندق إقامة اللاعبين أو ملعب تدريب النادي الأيلي سواء ملعب نادي العين أو ملعب هزاع بن زايد لكن من المنتظر حضوره إن شاء الله إلى ملعب هزاع بن زايد في هذه المباراة نتمنى له طبعا الشفاء مؤمن زاكرية واحد من اللاعبين المهمين جدا والمميزين وأنا أريد أن أقول لحضراتك بقى بالمناسبة للأستاذ عادل القاوة نحن بنتكلم ألا أنا مفتقد جدا الأستاذ إبراهيم المنيسي وطبعا كان يتمنى أن حضراتك تكون موجود معان في هذه المباراة لكن بيوعدك إن شاء الله نرجع للقايرة ومعانا كأس البطولة بإذن الله وإن شاء الله يكون لي حديث إن شاء الله بعد تطويج النادي الآلي بالبطولة والعودة بكأس السوبر بإذن الله إن شاء الله فاروق قل في المؤتمر الصحفي الفريرة والمرس الكولر الصحفيين المصريين كلكم حضرت المؤتمرين ولا الأهل حضر للأهل والزمالك حضر للزمالك بس لا حضرتك عارف أن في بعض الصحفيين من الزملاء جم غطوا كلا المؤتمرين لكن إعلام النادي الآلي غطى مؤتمر النادي الآلي إعلام نادي الزمالك غطى مؤتمر نادي الزمالك لكن بعض الصحفين طبعاً اللي بيغطوا الحدث بصفة عامة هم اللي حضروا للمؤتمر سواء مؤتمر ميستر مارس الكولر المدير الفني للنادي الآلي أو ميستر فريرة المدير الفني للنادي الزمالك فاروق إن التحياتنا للبعثة كلها وللعيبة والجهاز الفني وثقتنا فيكم كبيرة جدا جدا إن شاء الله بإذن الله أستاذ إبراهيم أنا أطمن حضرتك بنظر التفاؤل إن شاء الله عايز أطمن كل جماهير للنادي الأهلي إن شاء الله يكون معنا توفيق ربنا بإذن الله شخصية لعبة النادي الأهلي اللي إحنا لمسينه من اللعبين لمسينه من الجهاز الفني الجميع بيركز في زيق المباراة في دور كبير جدا لبعثة للنادي الأهلي بس ألف الدكتور محمد شوقي أستاذ العمري فاروق نايا برايس مجلس الإدارة الجميع بيوفر جو مناسب للعبين منعزلين تماما عن كافة الأجواء رسائل اللعبين الجماهير للعبين مهمة جدا أمور دي كلها أنا أطمن حضرتك أطمن كل جماهير للنادي الأهلي إن شاء الله السوبر أهلاوي يا أستاذ أبراهيم أنت رحت معاهم اللقاء بتاع الفري روكن سعد أو سعيد الرميسي مبارح ولا مروحتش بالفعل كان موجود النهاردة سعيد الرميسي اللي يكرم فريق للنادي الأهلي وكان كلام مهم جدا نتكلم على قيمة النادي الأهلي وقال إحنا كلنا هنا في الإمارات نحب النادي الأهلي ويعني دايما بيربط النادي الأهلي بمصر يعني لما بيقول لأنتكلم على النادي الأهلي أنا بتكلم على جزء كبير جدا من مصر يعني في بعض الكلمات يعني يجي يقول النادي الأهلي يقول لك مصر يعني يقول لك إحنا دايما مرتبطين النادي الآلي جزء ومكان كبير جدا في وطن مصر وفي الوطن العربي ونعتز أن النادي الآلي يمثل العروبة ويمثل الأندية العربية وفخر لنا كثير منه يتكلم أيضا أن النادي الآلي الثاني للأندية للعالم في فوزا بالبطولات القرية بعد ريال مدريد طبعا نتكلم الحديث أيضا تطرق إلى الحديث على كأس العالم للأندية ومشاركة النادي الآلي والأخيرة فيه للإمارات الجميع هنا أستاذ أبراهيم بيعي قيمة النادي الآلي الجميع بيعي مكانة النادي الآلي الجميع عارف الدور الكبير جدا الدور الوطني للنادي الآلي سواء على الجانب المصري أو على الجانب العربي النادي الآلي مؤسسة وطنية مهمة جدا النادي الآلي جزء لا تجزء من الوطن العربي الجميع بيعتز وزي ما قلت لحضرتك جميع كل اللي نحن نشوفهم نقابلهم في أي مكان هنا داخل الإمارات الجميع بيشجع النادي الآلي روح مهمة جدا يعني بنشكر كل المسؤولين في نادي العين بنشكر كل المسؤولين في دولة الإمارات العربية المتحدة إن شاء الله علاقات ممتدة تستمر ودور كبير جدا أيضا لشركة استادات الوطنية وشركة بريزنتيشن على الدور الأيمين بيه في التنسيق وفي التجهيز أعتقد ملحمة إن شاء الله تكمل وخلينا أقولك أيضا أن غدا إن شاء الله هيتم تقطية المباراة بـ 25 كاميرا المباراة إن شاء الله يعني إن شاء الله جودة الأمور كلها نقدر نقول اللي هيتابع ويتفرج على المباراة سواء من أرض الملعب هيستمتع بها زيال المباراة اللي هيتفرج عليها من خلف الشاشات ومعهم دعوات الملايين من جمال النادي الأهلي هيستمتع بالمباراة مباراة نتمناها تخرج في إطار الروح الرياضية تمثل الرياضة المصرية وطبعا نتمني التوفيق فيها للنادي الأهلي قل لي قناة أبو ظبي بكاميراتها متواجدة طبعا باستمرار بالضبط يعني قناة أبو ظبي وتقطية الحدث والأستاذ يعقوب السعدي وتقطية كافة الأمور الخاصة بعزية المباراة عاملين حالة أيضا في الشارع الإماراتي حالة في الشارع المصري تقد دور مهم جدا بيلعبه وأيضا قناة أبو ظبي موجودين ونقل الأحداث تقد قيمة المباراة وقيمة الحدث تد أهمية كتير جدا للتقطية الإعلامية اللي نمسينا هنا في كل مكان في الإمارات مباراة المهند السيف الوزيري زار الفريق حضر جزء من التمرين مش كده يعني عايز أقول لحضرتك المهند السيف الوزيري بالأمس موجود اليوم موجود على مدار الـ 24 ساعة سواء موجود في ملعب التدريب ملعب هزاع بن زايد بيتابع بشدة حق أستاذ إبراهيم بواقف بنفسه على كل تفصيلة وداخل ملعب هزاع بن زايد الأمور التنظيمية فريق عمل زي ما قلنا شركة الأستاذات الوطنية أو مسؤولي بريزنتيشن بتنسيق كافة الأمور أيمين بمجود أكثر من رقع تروح في ملعب هزاع في أي وقت يعني اليوم النهاردة كان يوم طويل جدا سواء من الاجتماع الفني سواء المؤتمر الصحفي سواء الندوة التطقفية اللي تم الأجريت فيه ملعب هزاع بن زايد طبعا بحضور الأستاذ أحمد دياب رئيس ربطة الأندية المهند السيفي الوزيري اللي تكلم في أمور كتير جدا تكلم على نبذ التعصب وتكلم على الاستثمار الرياضي وتطوير المنشآت ورفع كفاءة المنشآت الرياضية تكلم أيضا على افتتاح القرية الأولمبية بالعاصمة الإدارية ويقال دايما القيادة السياسية في قامة الرئيس عفتاح السيسي والدور اللي بيلعبه في دعم الرياضة المصرية والارتقاء بالبنية التحتية ورفع كفاءة المنشآت وأيضا عايزين ندعم الأندية الشعبية ونطور موارد الأندية الشعبية وأيضا نتحدث عن دور عودة الجمهور وأنا أتمنى أن الجمهور تكون موجودة في كل الملعب عودة الجمهور وأن الملعب تكون بالساعة الرسمية اتكلم إزاي نصنع البطل الأولمبي وإزاي نحن نقدر نصنع أبطال في كل اللعبات تقد يعني مسؤولي شركة بريزنتيشن واستاذات الوطنية بيلعبوا دور أكثر من راعي في توطيد العلاقات المصرية الإماراتية اللي بتتبرهن وبنشوفها على أرض الواقع فروق الاختيار طاقم تحكيم برتغالي لإدارة المباراة هل كان له أي جانب من الحديث عندك داخل البعثة أو قيادات البعثة يعني عشان أكون صادق مع حضرتك أستاذ إبراهيم ما فيش أي فرض داخل بعثة النادي الآلي أو اللعبين أو الجهاز الفني تطرق لهذا الأمر الحديث لكن بعض الأحديث ما بين الجماهير هناك بعض الحديث يعني كان بعض الجماهير يتكلم أنه ما فيش حكام من البرتغال موجودة في كأس العالم فبالتالي احنا جايبين مباراة بحجم وقيمة هذه المباراة طاقم تحكيم من البرتغال يعني اختيار طاقم تحكيم برتغالي أمر لم يلقى استحسان الجماهير لكن البعثة النادي الآلي اللعبين الجهاز الفني الجميع لما تطرق للحديث عن هذا الأمر بعض الجماهير طبعا بلغة الكرة كلمت أن المدير الفني نادي الزمالك برتغالي والطاقم التحكيم برتغالي بعض الجماهير كلمت أن كان من الأفضل حضور طاقم تحكيم من الحكام النغبة والحكام التي تدير كأس العالم خاصة النزيل المباراة حدث مهم جدا قبل انطلاق كأس العالم السفارة المصرية في كل الظروف طبعا مع أي بعثة مصرية المرة دي بقى أسمى نفسها قيادات السفارة النص هنا ونص هنا ولا بيتعاملوا ازاي مع البعثتين يعني خلينا أقول لحضرك بيتعاملوا بالحياد مع البعثتين سواء بعثة الآلي أو بعثة الزمالك كان في الاستقبال بعثة فريق النادي الآلي لدى الوصول للمطار أبو ظبي الأستاذة نوها القناوي قنص للسفارة المصرية ساعدوا في تسليل كافة الأمور أيضا مسؤولي المجلس أبو ظبي الرياضي اللي كانوا موجودين أيضا لتيسير كافة الأمور لتنصيق وترتيب كافة الأمور لبعثة النادي الآلي وأيضا توفير جو مناسب هنا في الاقامة لفريق النادي الآلي دور أيضا مهم جدا للجانب الإداري يعني أنا عايزة أقول لحضرتك عايزة أشكر جانب الإداري في النادي الآلي وعن فيه يعني أفراد بيقوموا بدور أكثر من رائع أنا عايزة أتكلم على الأستاذة والكابتن سمير عادلي الدينامو اللازي لا يهدأ الأستاذ والكابتن رقفة الكابتن وقيل محمد الكابتن كرم الجميع قايم بدور وخلية نحل إلى جانب عمال أو مسؤولي المهمات في النادي الآلي اللي عاملين دور أكثر من رؤى يعني لو ألخص الكلامة أستاذ إبراهيم كتيبة ومنظومة عمل النادي الآلي الجميع يتبارى في أنه يقدم كل الدعم أيضا المنظومة الإعلامية ممثلة في قدارة إعلام النادي الآلي في قناة الآلي الجميع بيحاول أنه أي شيء تقدر تساعد به توقف مع الفريق توفر جو مناسب للفريق الجميع لا يتوانى عن تقديم كل الدعم الفريق للنادي الآلي نتمنى أن الأمور دي كلها تستمر زي ما قلت لحضرتك دور مهم جدا يعني اللي احنا لمسينه زي ما قلت لحضرتك دورة إعلام النادي الآلي قناة النادي الآلي كل الأمور دي مع التنسيب على الجانب اللي داري كلها أمور بتتم على أرض الواقع نتمنى إن شاء الله أنها تترجم على أرض الملعب ويكون معنا توفيق ربنا بإذن الله في هذه المباراة أستاذ إبراهيم فاروق انقل تحياتنا لكل اللعيبة وللجهاز ولإدارة البعثة وللمهندس عدلي وخليك شاهد عليه وترجعوننا بإذن الله تعالى فرحنينه وبكاس السوبر إن شاء الله بإذن الله أستاذ إبراهيم وبإذن الله بإذن الله بتوفيق من ربنا إن شاء الله السوبر يكون أهلاه بإذن الله بإذن الله شكرا جزيلا للزميل فاروق صلاح موفة قناة الأهلي إلى مدينة العين الإماراتية وأعتقد حطتكم في الصورة بالكامل